في حضر موت أيضا سلم محافظة المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الروكن طيار فائز منصور التميمي سلم الصالة المغلقة صالة الفقيد سالم عوض بوزير بمنطقة خلف المكلة لمكتب الشباب والرياضة بساحة لحضر موت ضمن الاحتفالات بالذكرى السابعة لتحرير ساحة لحضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وفي سياق جهود تطبيع الحياة عقب استقرار الأمن بفضل الله ثم بتضحيات النخبة الحضرمية ورجال الأمن أكد محافظ حضر موت أن هذا اليوم مشهود لقطاع الشباب والرياضة بتسليم الصلاة المغلقة لمكتب الشباب والرياضة بعد أن حافظت عليه قوات المنطقة العسكرية الثانية في سياق حفاظها على أمن المحافظة واستقرارها عقب الانتصار على تنظيم القاعدة الإرهابي مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل الصلاة لتحتضن البطولات المحلية والقارية في منطقة خلفة التي تعد المنطقة السياحية الأولى بمدينة المكلة مؤكدا استعداد قيادة المنطقة العسكرية الثانية لإعادة تأهيل الصلاة بما يسهم في تفعيل النشاط الشبابي والرياضي بالمحافظة حضر الاستلام وكيل المحافظة المساعد لقطاع الشباب فهمي بضاوي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضر موت حسن مسجدي ترجمة نانسي قنقر